الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات المصرية الصينية وما شهدته من تطور ملحوظ وذلك في إطار الحرص المتبادل لتحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مع أولويات مبادرات الحزام والطريق جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها صباحا اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد بالعاصمة الصينية بكين وأسمح لي في هذا الصدد أن أشيل على نحو خاص بالعلاقات المصرية الصينية وودا أنوه في هذا الإطار إلى مرور عشرة أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين وما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في علاقات البلدين كما أشهر الرئيس السيسي خلال كلمته إلى أن العلاقات السياسية العربية الصينية تقوم على عدد من الأسس الراسخة على رأسها الحرص المتبادل على أمن واستقرار ومصالح الشعوب تقوم العلاقات السياسية العربية الصينية على عدد من الأسس الراسخة على رأسها الحرص المتبادل على أمن واستقرار ومصالح الشعوب ورفض الاعتداءات ورفض الاعتداء على السيادة والقد مسألت تلك العلاقات والتعاون العربي الصيني الوثيق لإقرار تلك المبادئ ركيزة من ركاز الاستقرار الدولي والعمل على إقرار العدالة في المنظومة الدولية كما أكد رئيس سيسي على التقدير العربي الكبير للسياسات الصينية تجاه القضية الفلسطينية ودعم بكين المستمر للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة نني أدعو كافة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للطلاع بمسؤوليتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة كما أطالب المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القصري للفلسطينيين من أراضيهم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني أهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي وأشر الرئيس السيسي إلى أن مصر طالبت الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من عشر سنوات بالانخراط بحسن نية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية أسمحوا لي هنا بمعواد التنويه لأهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي في إطار المنتدى العربي الصيني نظرا لما تحمله هذه المسألة من مخاطب طرق إلى حد التهديد الوجودي وودي الإشارة في هذا السياق إلى أننا طلبنا الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من عشر سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية أخذن بعين الاعتبار أننا لن نسمح بكل من شأنه العبد بأمن واستقرار دولنا وشعبنا وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواغلها وسط مدينة رفح الفلسطينية وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن قوات الاحتلال دخلت وسط المدينة بالتزامن مع قتال عنيف في حين أوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف شرق وغرب رفح الفلسطينية مما أسفر عن نقوى الشهداء ومصابين كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا لخان يونس جنوب قطاع غزة ما أسفر عن شهداء ومصابين أعلنت الولايات المتحدة أنها لم تغير موقفها بشأن منع أوكرانيا من استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب عمق الأراضي الروسية وقال جون كيربي منصق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن واشنطن على اتصال مع كييف لمعرفة احتياجاتها من المعدات العسكرية وتدريب ترجمة نانسي قنقر